اليوم سأعمل لكم اقوى وصفة لشد الجلد وكأنك عملت له قالب للجلد انه هذا القالب يشد للبشرة اعمليه اذا كانت بشرتك دهنية مرتين او ثلاثة بالاسبوع البشرة الجافة ممكن تعمله مرتين بس البشرة الجافة قبل ما تحطها تخلي بوجهها زيت اللوز الحلو بعدين تحطها هذا شو كيف شايفين انتو من الروح يعني نصب الله عليكم انتو رحونا على المستشفى وتنكسر ايدكم ويجبروها هيك رح نعملها بهيك طريقة انه نسوي قالب للوجه هذا القالب راح شو بيسوي يفتح التجاعيد وبنفس الوقت يطر المكان تبعتها ويزيلها مع الاستمرار قلنا البشرة الجافة تحط زيت اللوز قبل ما تحطها البشرة الدهنية ما بتحط شي لازم بشرتها تكون نظيفة من كل زيت طيب تستعمل بشرة دهنية ثلاث مرات او مرتين بشرة جافة مرة بكل اسبوع او مرتين بفضل البشرة جافة اول اسبوعين يسويها مرتين وبعدين كل اسبوع مرة طريقة كلش حلوة وسهلة وبسيطة وموجودة بكل بيت قبل ما ابدأ سألوني كثير خوات انو على الزيت الحبايب بأسا موسى راح نزلكم يا اني منزدته راح اقولكم وين منزلته بالفيديو البعدي طيب حبايب نتوكل على الله ونعمل الفيديو طريقة كلش سهلة وبسيطة وما بدها اي تعفيدات وموجودة بكل بيت ما راح اصوي لكم اشي ابدا غريب راح ناخد حبايبي اول اشي ناخد الطحين الطحين رائع جدا جدا للبشرة ممكن تستعملين الطحين الابيض او الطحين الاسمر بس انا بفضل بهذا عشان يسوي لك قالب مثل ما حكيت لك انو قالب شن اللي يجبرون بها اليد او الرجل وهيك احنا نعمل فيه هيك حابين شو راح نضيف حبايبي راح نضيف ملعقة كبيرة من اي نوع طحين اللي نخبز فيه المخبوزات ملعقة كبيرة انا حطيت وسط حبايبي كبيرة من انا جاية اطلع فما اريد بس ملعقة كبيرة من الحبايبي الطحين وراح نضيف عليه حبايبي ملعقة كبيرة من اللبن ونخلط اللبن مع الطحين هاي الطريقة ابدا لا تستهمنون فيها اذا شفتوا انو بعد هيك جامد ارجع وضيفوا اللبن اللبن لازم شوية يكون مو مرق ولا جامد ايه ايه هاي هاي هسا بعدين نشوف نحتاج ولا لا هايك جامد شوفوا هايك كتلة شو رح نضيف لها هسا حبايبي اللي عدها العسل رح اضيف العسل انا بعرف مؤظمكم ما عدكم عسل ما رح اضيف عسل بجنن على البشرة العسل رح اضيف هون الزيت حبايبي لوز زيت الزيتون اي زيت ادك انا رح اضيف حبايبي زيت زي ما قلت لكم سويناه من عصى موسى زيت عصى موسى زيت عصى موسى سويته انا على قناتي رح اضيف لكم الرابط وكل اشي بالفيديو البعد وهيك ملعقة وسط و بس مو ضروري زيت عصى موسى ممكن بديل الزيت عصى موسى تستعملين حبايبي زيت اللوز زيت زيتون اي زيت اتي ترتاح لبشرتك بس ملعقة صغيرة جدا طبعا انا هيك شايف تفقيل ما رح ينمد معي زي ما انا حابة اسوي قوالب فهسا شو رح اضيف بس انا بحاول احط الوصفة اللي بعدها وبعدها شو رح اضيف الشبه الشبه حبايبي بالنسبة للشد فهي اروح شي للشد رهيبة جدا جدا للشد بالذات نزلت منها وصفتين او ثلاثة هذا الاسبوع بالذات حبايبي للتجاعيد حتى للهالات السوداء منطقة الهالات السوداء صراحتين بتشيلها بس اذا ما تتحسسين من الشبه انا طبعا دائما يصير ادي هاي المنطقة الصراحة الكافي والشبه استعملها ولو مرة بالاسبوع بس شبه وما يوردهم يصير بالنسبة للترهولات الصدر حبايبي والله انتوا يبكين لاني انا ورا كاميرا وما الصدقوني والله وما حب احلف انا الله هو الشاهد علي انا حطيت الشبه تحت قطي وعلى صدري مو لاني حابة اشده انا هيك طبيعتي كنت دائما مو اجي بايدي قبلها وانا بالحمام وجسمي مبلل احط على قطي وايدي بها الشبه احط تحت صدري بس مو على الحلمة والله العظيم صدر كأنه صدر بنت خواتي كلهم يقولولي يقولولي ليش هيك صدرك وحنا هيك انا بحكي لهم الشبه من شفت الفرق نزلت لكم فيديو قبل يمكن ثلاث سنوات قلت لكم انا شفت فرق ما في لاخدش صدقوا لاخدش لاخد ولا اشي صدرك عادي على صدري كلش عادي ولا كأني مخالفة فهاي كانت على فكرة من الشبه من الشبه مع اني انا يعني عندي ولد ربعته ولد لا من الشبه كانت فاللي حابة انها تعطيني بصدرها تروح تشوف الفيديوهات اللي انا مسويتها لشد الجسم وتستعملها وانا هاي الوصفات اللي استعملها لشد الصدر كمان الشبه رائعة جدا جدا للتجاعد تقضي على التجاعد طيب راح اخذ ملعقة صغيرة هيك مسح شايفين هاي خلقها لربع لكم مسح وراح احط الشبه وشو راح اصويت هاي راح اخلق الشبه مع الاطحان و احاول انا ليش خليت اخر شي لان الشبه هيك بتخلي شوية يطره اكثر راح تشوفون انه يبلش يطره معاكم اكثر طلعوا قلنا اللي قدها عسل ممكن اضيف عسل الزيت مش اجباري انه لازم الزيت لا لا مو اجباري هسه راح اضيف راح اضيف الماء الورد و احرك الماء الورد لازم هنان شو بيسوي يكون قلنا عشان ينمد معانا انا قصدت الماء الورد كمان بالاخير طلعوا كيف صار كريني هيك شوية كمان اخففها تخففون بالماء الورد ما عندك ماء ورد بالماء العادي بالماء قشور البرتقال بالماء القشور الحبايب الليمون طلعوا كمان شوي بالماء الزهر تراك بس الماء الزهر خلطوه مع المي و سوو طيب هيك اوكي ممكن يصير كمان اخف ما في اي مشكلة طيب بس هو الاخف افضل شوي ممكن قلنا بماء الزهر تاخذين ملعقة كبيرة من ماء الزهر وضيفين عليها ثلاث بلاعة ماء طيب شو راح تسوين حبيبتي راح تجيبيه وتحطي هيك اول طبقة اول طبقة هيك تحطيها هاي الطريقة تجيبين الفاين تبعة الحمام اذا عندك فاين الحمام ما يصير مفتفت احنا هنا عندنا فاين انه اذا راح بالتوالت انه بيصير مثل البودرة وعدنا فاين اذا راح بالتوالت ممكن مثل الورقة ابدا ما بيتفتفت حتى لو يروح بالغسالة بتغسلي يرجع فاينة نفسها يعني قصد احنا ما نغسله بس قصدي انه ما بيفت او فاين عادي راح تاخذينك هيك افضلي طلعوا راح تحطين اول طبقة راح تجيبين كمان بس سوي شوية اخف على فكرة احسن حطي هيك طيب على وجهك كله حتى تحت العين زين سويه حتى الوفاين قطع صغيرة صغيرة راح تجيبين هذي كمان هيك طيب لازم اخففها شوي لان انا حاستة كلش دقيق زين هيك حبايبي عشان ما طلعوا ورح تجيبين كمان طبقة ثلاث طبقات سويها عشان انه يصير معاكي هاي الطبقة كلها حتى على الرقبة ابني بنيان الوجه هيك وهيك خلي طالقة بس عيونيك والطحين رخيص والمواد كلها رخيصة سوي هيك حبيبتي طيب و سيبي هيك على بشرتك انساب هيك على البشرة التركي هيك على بشرتك اقل اشي الحد مو اقل شي لا عفوا الحد مية بس تماما متجين الشيلي مثل الجبصين الشيلي هذا يمكن تسوي بيا وقت تسويه بالنهار واتي تشتغلين بالبيت ما في حدا جنبك لاولادك بالمدرسة زوجك بالشغل ما في حدا يزعجك حطيها وتحت تاخذ من عندك وقت تقريبا حسب الجو اللي عندك ساعة نصف ساعة ثلث ساعة حسب الوقت اللي عندك رح اسيبيها تماما وراح تشوفين الفرق مية بالمية المواد اللي تضل ما رح تنضم بالثلاجة رح تنكب لان قلنا بالاسبوع ثلاث مرات او مرتين ما يصير يوم سوتي بكرة سوي لا فوتي يوم او يومين وبعدين سوي طيب هيك افضل بعدي غسلي وجهك ورشي وجهك بالماء الورد او حبايبي هيك بقطنة ومسحي وجهك بالماء الورد رح تشوفين وجهك من اول استعمال في فرق اتمنى انه هذا الفيديو حبايبي نال رضا الجميع واتمنى ملعدكم حبايبي انكم تدعونه باللايك وشير والاشتراك ودائما تفعلولي الجرس اشان يوصلكم مني كل جديد ومع السلامة